وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تسير بخطة واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولاً إلى اقتصاد أكثر اتدامة وضف الرئيس السيسي أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخراً مجموعة من الخطوات والإجراءات التموحة للتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية تسير مصر بخطة واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمور في مواجهة الأزمات وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخراً مجموعة من الخطوات والإجراءات التموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية فضلاً عن تزليل العقبات التي تواجه المستثمرين ومن أبرى سلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص وما وصلت تنفيذ برنامج التروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمريكية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية ترجمة نانسي قنقر